السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نتحدث إن شاء الله عن لغز وفاة ديانا المعروفة بليلي داي ولدت في 1 يوليوز 1961 وتوفيت في 31 أغسطس 1997 في باريس وهي أرستقراطية إنجليزية وأضو في العائلة المالكة البريطانية في عام 1981 تزوج شارل بخانس ديغال وأمير ويلز وانجبت منه طفلين ويليام في عام 1992 وهوري في عام 1984 وانتهى زواجها المضطرب من الأمير شارلز بتلاقيهما عام 1996 بسبب الاهتمام الإعلامي الذي تثيره خاصة بسبب ضائقة عاطفية فهي من أشهر النساء في العالم في آخر في أواخر القرن العشرين وهي أيضا شخصية رمزية عالمية للقضية الإنسانية فهي تنشئ وتشارك في العديد من الجمعيات للدفاع عن قضايا مثل الدفاع عن الأطفال ومكافحة الإيدز والألغام المضادة للأفراد والسلطان وفاة الابخانسيس ديانا المعروفة الأميرة ديانا المعروفة بيلي دي داي في حادث سيارة في نفق بباريس العمر يناهز 36 عاما مشاعر دولية وفي هذه الحادثة كانت رفقة رفيقها دودي الفايد ابن الملياردير المصري المعروف الذي يمتلك محلات معروفين في لندن وكذلك يمتلك كذلك الذي كانوا يقيمان به واتجهوا في إتجاه يعني يعني لأنه يمتلك يعني مكان يعني محل وفي هذا المكان الذي تشاهدونه الآن هذا هو مكان محج الناس يعني محبين لديانا يخلوا لها ورود يكتبوا لهذه كلمات يعني يرحموا عليها وتحت هذا اللبون هنا في هذه ال驚وة أن هنا في هذه الطريقة المتác hold ضخفت يعني دخلت في وحد السيارة كانوا تابعينها لبابا غازي يعني الصحافة كانوا تابعينهم باش يتوروهم باش يعقذوا صور مثيرة لجدل وكانوا دائما تابعوها في المامشات في المحل ورتحل�� يعني تابعوها حتى ferد محال فيها الحال فيها تحت هذا اللبون المعروف وهو stays وهذه الصاحة تستمعوا وتلقى عليها اسم وهذه الشعلة هي فاشكي جوليها الناس ويطرحوا كلمات ويطرحوا بعض الأشياء يعني المحبين ديال ليدي داي دايانا المهم من هذا المكان مدام انا جيت حتى الهناية قلت لله ما نصور لكم ونعطيكم معلومات يعني عن الطريقة التي يعني اليوم الذي انتقلت فيه هذه الانسانة عن عمر يناحز ال36 عاما وكانت يعني محبة للانسانية تمشي الجميع عندها تمشي جميع يعني الازاسوتياشن مع الام تيريزا المعروفة كذلك في كالكوتا الام تيريزا معروفة في كالكوتا وهذا هو لبون يعني لبون دولالما وهذه الطريقة هي الي فيها وقع فيها الحادث كانوا جايين من الوتيل دوريتس ومتاجين للسايزيام يعني للسايزيام يعني للسايزيام ووقع تحت هذا البون اللي كتشوفوا اليها الحادث وبعد في في الوقت نفسه كانوا يعني المصورين كيصوروا فيها وهي يعني كانوا كانوا خرجوا يعني ما بغوش يخرجوهم ولكن بعد بعد البابارازي كانوا كيبيعوا هذه الصور اللي كانوا شديلها في هذا الحادث سبحان الله هناك الناس يعني ما كتخاف من الله يعني كانوا كيبيعهم بثمينة ولكن بعد ذلك حبسوهم يعني ما خلاهم شي يخرجوا المهم هذا هو المكان الذي توفيت فيه أني البخانسيس ديوغال ليدي داي دايانا وبقي اللغز دائما الناس كتقول بأنه بوتيتر سيتان كامبلو يعني لأنها هي كانت أم الأمير ويليام الذي يعني سيأخذ الحكم بعد الأب شارل وكانت يعني إذا ما ما بغوهاش يعني ما بغينش باش تتزوج ولكن العلم لله لذلك الناس تقول وذلك شيء العلم لله والأقدار وكين ياسر من الأشياء اللي ما يقدر الإيسان يعلم بها إلا رب العالمين هذه هي لما اقتريزها في كالكوتا وكانوا في كانوا في في مكة في في الامريك كانوا يعني تم دائرين جمعية وكانت هي معهم كذلك وكانت هي كذلك كتمشي تعاون في ذوك اللي مين أنتي بيرسونيل اللي كانت كي يحطوه في وغن دافي في جميع الأماكن كانت دائما هي كتدافع لها يعني إنسانة كانت إنسانية بريمون إنسانة كانت معروفة بهذه المسائل الإنسانية والجمعية وهنا نحن موجودون في نواحي يعني هذا تحركت من المكان نحن في نواحي البلاس دو لالما المعروفة بلا بلا بلاس دو لدي داي داي دايانا وإن شاء الله غذي تشوفوا معنا كذلك أماكن أخرى من باريس بعدين غذي نتاجه إن شاء الله للميترو ديركسيون دو لكسنبور غذي تشوف منها مناظر كذلك وإن شاء الله يكون خير نتمنى ونكونوا يعني أعطيناكم معلومات عن المهم غذي يعرف بأن هناك يعني ناس كانت تخدم في جمعيات وتخدم يعني في أشياء وتعطي من وقتها وكذلك من الإيماج لأن هي كانت إيماج يعني ستوني إيكونة في المكانت يعني شي غالة أو شي حاجة كتحضر لها والناس كيعاونوا يعني بالفلوس وهكا والناس كتبشي تعاون للجمعيات وهي كانت هي ستوني إيماج ديال لا مود وستوني إيماج ديال دائما كيعيطوا لها في الأماكن في ما وصلت في ما جات كيشو ذوك لملياردير وذوك سحاب الفلوس وهكا وكي يعطوا الفلوس وكيمشوا يجمعوهم يعني للجمعيات والناس المحتاجة وش غال نقول لكم هذا مكان آخر غاد نمشوا من جهة دول الما ويعني غادي تشوفوا معنا أماكن أخرى في باريس بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وانتمنى ومنكم إن شاء الله مشاهدة كاملة لعجبكم الفيديو ومن تما أخذنا الرحال إلى المحطة الطرقية الموجودة في 5 يام 6 يام وهي محطة ديال ستاسيون ستاسيون ديال ليروير ديال لكسنبورغ لجردان ديال لكسنبورغ يعني الموجودة بالقرب من البنتيون ريسوفلو كذلك ريسان جاك وهذا المكان يعني أنا باش أثارت عن تباهي قلت والله إذا نصورها لكم لأنها مكان يعني نظيف ونقي كيفاش الناس خدمة بلادها يعني تحت الأرض كل شي مقاد كل شي نقي كل شي أي حاجة بغيتيها تلقاها حتى الماء حتى المسائل يعني اللي محتاجها الإنسان يلقى الماء يلقى لك يعني دي ماشين فيها كل حاجة فيها دي قاطو فيها دي قيك فيها الأضواء ما شاء الله نشوفوا النظافة سبحان الله نتمنى حتى نكونوا إن شاء الله في مستوى ديال هاد البلدان يعني اللي خدام بلادها واتمنى لكم إن شاء الله جولة ممتعة معانا وإن شاء الله لا تنسونا من دعواتكم ربي كبر بكم ويعطيكم من عنده وفتح لنا وفتح لكم ببال الخير ونور طريقكم وإن شاء الله نتلقاوا في عمل ثاني إن شاء الله بإذن الله يليق يعني يليق يعني أنظاركم ويليق يعني مستواكم ويليق يعني لأن نحن نريد أن نجيب لكم يعني أشياء اللي هي يعني يعني نعطوكم معلومات يعني عامة ومعلومات عامة وخاصة وإن شاء الله مناظر يعني اللي هي غير منحطة يعني أتمنى من عند الله تكون يعني يكون بيتي هذا بيت يعني نظيف ونقي ودائما نكونوا دائما عند حسن وذنكم الله ينور دربكم وينور دربنا ويفرحنا ويفرحكم ويبعد عنا وعنكم كل ما هو كل ما هو يعني مذر لنا ولكم بارك الله فيكم دائما منظريننا ودائما حاطين بحسابنا لايحة بحسابكم لا أعجبكم الفيديو إخواني أخواتي بارتاجيوا ديروا لايك ولا تنسونا من دعواتكم وأنا معاكم كذلك بالدعوات ورب يفرحكم وفرحنا ولهلي حاش وتمنى لكم كنت ضيف خفيف على على قلوبكم وإن شاء الله انت لقوا إن شاء الله في أعمال جديدة إن شاء الله يكون فيها إن شاء الله أشياء يعني كما قولتكم أنا يان باريز زنقى زنقى دار جار حوش حوش جاردا جاردا دائما إن شاء الله على أشياء النقية دائما أشياء إن شاء الله نظيفة اللي تقدر تمشي لها أنت وولدك أنت وعيلتك أنت وإخوانك أنت وإحبابك وأهلك إن شاء الله ما يكون غير الخير إن شاء الله نتمنى من عند الله إن شاء الله يكون عملي هذا والأعمال اللي فاتت تكون يعني يعني تعطيكم يعني معلومات اللي تقدر تفيدكم في التنقل والاحتراجة الباريس تلقى يعني أماكن اللي هي مهمة يعني تقدر تمشي لها وتزورها أنت وعائلتك يعني أماكن اللي هي سياحية في الحقيقة باريس فيها أماكن سياحية يعني موجودة كثيرة بالزاف فيها أماكن نقية فيها يعني أماكن لها ثقافية يعني ثقافية اجتماعية اقتصادية كذلك ومثال وكذلك فيها بالزاف ديال الحويش اللي تتشارك إخواني يا أخواتي أستعودكم الله الذي لا تضيعوا دائعة